موسيقى سيادة والسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد الحقيقة عنوان حلقة الليلة هو تقييم الأداء النيابي للثقة ضيوف حلقة الليلة هم كل مننا دكتور عامر بن عامر مدين مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد أهلا بك شرفت بحضورك الأستاذ قيس زيادين عضو المجلس النيابي أهلا بك شرفت بحضورك وزميل الأستاذ مصفريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور أهلا بك شرفت بحضورك والحقيقة أنا تعمت أني ما أخرج في مقدمة قبل ما نحكي عن موضوع الثقة الأردنيون لا يزالون منشغلون اليوم بموضوع التبغ وقضية مصنع التبغ وما إلى ذلك من هذه الأمور الي اليوم خرجنا في مؤتمر صحفي إن صح التعبير لم نظف جديدا بالمطلق لما يعرفه الأردنيون حقيقة واليوم أيضا ذكرنا في المؤتمر الصحفي أو ذكرت وزيرتي الإعلام في المؤتمر الصحفي أن القضية تم تحويلها إلى محكمة الجمارك أو إلى تهريب الجمركي أو ما يخص هذا الموضوع سيتحول إلى هذه المحكمة ومن ثم يتم الإعلان أن هذه القضية تحول إلى محكمة أمن الدولة وهو معرف مسبقا أساسا أن هذه جريمة اقتصادية بحتة ولا بد من تحويلها إلى محكمة أمن الدولة وأنا بدي أسمع تعقيبك أستاذ قيس الحكومة اليوم بتقولها تكافح الفساد وشافية والأمور تمام وأنشر يا ناس والناس نشرت وثائق قيمين وشمال والحكومة اليوم خرجت بتقول والله إحنا حولنا ثلاثين واحد وما بنقدر نحكي أسماؤهم ثم هربت أسماؤهم هنا وهناك عشان نكون صالحين وقالت الوزيرتي الإعلام ما بن نحكي أسماء وفي بيانها الأول ذكرت أسمها من الأسماء أتحفظ على ذكره اليوم شو اللي بيصير هذه القضية ليش هيك ورايحة وجايك الآن بكل صدق وأمانة لأول مرة نرى حكومة تخرج وتتكلم مع الناس وتصارح الناس ما الذي يحدث على الأرض وهذا حق من حقوق المواطنين أيضا احنا شهدنا في الحكومات السابقة دائما تعتيم إعلامي هذا التعتيم الإعلامي لا يخرج علينا أحد لا يقول لنا ما الذي يحصل وبصير هناك تأويلات من قبل المواطنين وسائل التواصل الاجتماعي بتبلش ومعظمها كان يكون للأسف بطريقة هدامية يعني مش بطريقة تقدمية ولكن اليوم نرى أسلوب جديد من الحكومة وهذا شيء محترم ونقدره أن الحكومة الآن بطريق الاتصالات تخرج تتكلم إلى الناس تضع النقاط إلى حد ما على الحروف تقول أين نحن وإلى أين نحن ذاهبون للأسف الأسماء هربت هذا يعني أنا ومن ناحية قانونية وكمحامي أقول هذا قد يضر في التحقيق على المدى الطويل لأنه قد يكون البعض منهم شهود قد يكون البعض منهم بريء يعني لا نستطيع الآن إحنا منحكي دائما بريء حتى تثبت إدانتك وبالتالي كان يجب التروي بموضوع نشر هذه الأسماء وأبقى الموضوع الآن عند الأجهزة الأمنية عند الأجهزة المختصة عند الحكومة لتأخذ مجالها في التحقيق في هذا الموضوع وبالتالي وبالتالي بناء على هذا الأساس أنا أعتقد أن خروج وزيرة الإعلام اليوم والتكلم إلى الناس هو شيء إيجابي وهو شيء يجب أن يستمر من هذه الحكومة لأننا لا نستطيع أن نبقى كما كنا تأويل ومن ثم تأويل ومن ثم تأويل ونا لا نعلم ما الذي يحصل قضية فساد كبرى قضية أصبحت تشغل الرأي العام الأردني ودول حولنا الآن وقد يكون لها أثر عالمي شركات الدخان الآن في الأردن قد يكون لها الحق أن تخرج في محاكم دولية وترفع قضية بهذا الاتجاه على ما حصل عندنا في البلد لأن مصانع مثل فليب موريس مثل إلى آخرية هذور مصانع تأخذ ترخي ناشي تكرر اسماء تعمل في الأردن على سبيل المثال وبالتالي الموضوع عميق ونتمنى أن نرى جدية هذه المرة من هذه الحكومة بهذا الملف سلام وصفة تعقيبك يعني عافي دكتور عامر من تعقيب الموضوع كويس أنا طيب أنا بشكرك يعني حقيقة أنا باتفق مع ما ذهب إلى سعادة النائب ما تقدم أو قدمته الحكومة حتى الآن يعني جيد وشفاف إلى حد ما الحكومة بادرت وكشفت عن الأمر في بيان صحفي واليوم أيضا وزير الإعلام في سياق التواصل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومة للإعلام حول هذه القضية وتجنب الإغراق والدخول في الإشاعة يعني ينظر إلى خطوة الحكومة بأنها إيجابية لا شك بأنه التواصل مع الإعلام في مثل هذا الأمر أيضا مهم جدا وهذا ما تنبهت له الحكومة في التعاطي مع هذا الملف ولا تنسى أنه اليوم لدينا كثير من المنصات على السوشال ميديا بتروج لقضايا إلى تمس هذه القضية وأخرها الإعلام الصهيوني وما يخرج من بوستات ومحتوى يحاول أن يزعزع ثقة الشارع ويحاول أن يذهب بالقضية إلى أماكن أخرى القضية الآن قيد التحقيق ما تقدم حتى الآن من معلومات من قبل الحكومة جيد يعطي جملة من المؤشرات أهمها الشفافية وأهمها الجدية بمكافحة الفساد ونأمل أن تتواصل مثل هذه المسيرة في التعفاعل والتعاطي مع الإعلام في مثل هذه القضايا وغيرها طيب منكم عيدين أنا بضل أسكت ما سأسوى من دلتاني معيدي منشوف النتيجة بالآخر وننتفائل خيرا رغم أن المؤشرات يعني إن شاء الله خير على كل أن نحن نتعهد أن نتابع هذا الموضوع من ألفه إلى يائه دون إخفاء لأي وقائع أو حقائق تردنا أو تصلنا أينما كانت وكيفما كانت الوزيلة أريد أن أشكر الحقيقة كل المتعاولين معنا في هذا الإطار والذي يزودون بعديد المعلومات والأخبار والحقائق فيما يخص قضية مصنع الدخان أعود لعنوان حلقة الليلة دراسة هامة تلك التي أطلقها راصد لمراقبة الأداء البرلماني في مؤتمر صحفي حول مجريات مناقشة البيان الوزاري وجلسة الثقة لحكومة عمر الرزاز التي تمكن خلالها من الحصول على ثقة 79 نائبا وبنسبة 61% من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر التقيير عمل على مقارنات حول سلوك التصويت للنواب بين حكومتي هاني الملقي وعمر الرزاز حيث بيّنت المقارنات أن 85 نائبا تشابه سلوكهم التصويت في الحكومتين منهم 61 نائب منحوا الثقة و24 نائب حجبوها كذلك وفي إطار هذه المقارنات تم مقارنة حكومات ثلاث سبقت حكومة الرزاز أظهرت النتائج أن حكومة الرزاز ثاني أقل ثقة بعد حكومة عبداللنسور الذي حصل على ثقة 55% من أعضاء مجلس النواب وخلف حكومة دكتور فايزة طراوني التي حصلت على ثقة 63% وحكومة هاني الملقي التي حصلت على ثقة 65% من أعضاء المجلس النيابي تفاصيل أولية لما جاء في هذه الدراسة في هذا التقرير 85% نائباً تشابه سلوكهم التصويطي في حكومتي الملقي والرزاز جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لراصد للإعلان عن نتائج تقرير مراقبة أداء البرلمان خلال مناقشة البيان الوزري لحكومة الدكتور عمر الرزاز تقرير راصد حول مجريات مناقشة البيان الوزري وجلسة الثقة التي استمرت لمدة 28 ساعة و15 دقيقة أظهر فيه 50% من النواب انسجاماً ما بين السلوك التصويطي والخطابات التي قدموها خلال المناقشات وفي إطار مراقبة السلوك التصويطي للنواب حسب الدائرة الانتخابية فقد بيّنت النتائج أن أكثر الدوائر الانتخابية حجباً للثقة كانت العاصمة الثالثة والعاصمة الخامسة بنسبة 71% فيما كانت مادبة وبدو الشمال الأعلى منحاً للثقة بنسبة بلغت 100% فيما يخص الكتل النيابية تبين أن أكثر الكتل النيابية انسجاماً في تصويتها كانت كتلة الإصلاح حيث صوت جميع أعضائها بحجب الثقة عن الحكومة فيما كانت أقلها انسجاماً كتلة المستقبل وحول الأسئلة التي ترحت خلال مداخلات النواب فقد بلغت 371 سؤالاً خلال فترة مناقشات بيان الثقة للحكومة وتمحورت معظم الأسئلة المقدمة حول المحور الاقتصادي والمالي حكومة الرزاس حصلت على ثاني أقل ثقة بعد حكومة الدكتور عبداللنصور أما شعبياً فعلق الكثير أملهم عليها نبدأ حوارنا وبدأ أبدأ منك بتور عامر وبدأ تعطيني أهمية هذه الدراسة والمنهجية التي تسند عليها وأبرز الأرقام التي ترى في هذه الدراسة يعني فريق راصد كما جرت العادي في كل مناقشات الثقة ومن خلال رصد البرلمان خلال ثمن سنوات الأخيرة هذا يعتبر واحد من أهم المفاصل مناقشات الثقة بالحكومة فريق كان متواجد بشكل دائم سجل كل كلمات النواب حتى الحضور الغياب كان يتم تسجيله كل ساعة يعني إذا بتشوف بالتقرير كل ساعة كان في حضوره غياب كان تم تحليل الكلمات بناء على مجموعة محاور تم إعدادها بشكل مسبق محاور العلاقة بمحاور اقتصادية واجتماعية وسياسية ولا غير ذلك وتم فرزها بشكل دقيق يعني هناك فريق يقوم بالمرحل الأولى من الفرز وفريق يعيد الفرز مرة أخرى ويدقق على النتائج الأولية حتى نضمن أنه ما بيكون فيه خلال السلوك التصويت أيضا منعتقد بأنه كثير مهم تتبعه حتى تستطيع القواعد الانتخابي أن تعرف ماذا قدم النائب وبأي اتجاه صوت ولماذا صوت وهناك بعض النواب كان هناك تناقض في سلوك التصويت فقدم خطابا مميزا شاتما للحكومة تحت القبة وعند التصويت صوت بالثقة على سبيل المثال فله أن يبرر لقواعد وإحنا دورنا أن نبين للقواعد الانتخابي هذا الكلام له أن يبرر لقواعد الانتخابي لماذا غير سلوك التصويت وإحنا أيضا هناك كثير من التوصيات التي قدمها النواب بعضها له علاقة بالنطاق الوطني والنطاق المحلي إحنا قمنا بفلتراتها وتنظيمها بشكل جيد وسنعمل إلى إرسالها لرئاسة الحكومة لعله تساعد أيضا الحكومة في التعامل مع البرلمان وتطوير العلاقة مع البرلمان في الفترة القادمة كثير من الحقائق موجودة في التقرير إذا ما أردت أن أتحدث عن بعض الأرقام 61 نائب هم الذين صوتوا في المرة الأولى بنعم وبالمرة الثانية بنعم أتحدث عن حكومة الدكتور هان الملقي وحكومة الرزاز و24 حجبوا في المرة الأولى وحجبوا في المرة الثانية وهذا يعطي قراءة ولي باعتقادي بأن 61 نائب الذين يمنحون أو نواب النعم لا يؤثر عليهم كثيرا لا برنامج الحكومة ولا شخص رئيس الحكومة أو أنهم يعتقدون بأن حكومة الدكتور أمر رزاز لا تختلف عن حكومة الدكتور هان الملقي أنا لا أعرف أن هناك معنى نواب ممكن أن نسمع منهم بهذا الموضوع كويس هذا التوصيف كويس أنا لا أعلم أو أن وهناك 24 نائب نواب الحجب أيضا حجبوا عن الحكومة الأولى وحجبوا عن الحكومة الثانية قد يكون لهم نفس التفسير يعني لم يستطع رئيس الرزاز بي تغيير موقفهم في هناك ظاهرة كانت مميزة بأن هناك وزراء تعرضوا لنقد شديد داخل القبة وهذه ظاهرة يعني من خلال آخر أربع حكومات لم تكن موجودة بهذه الطريقة يعني الوزيرة عناب والوزير الغرائبي والوزيرة غنيمات كان يعني تعرضوا لنقد شديد أكثر الوزراء يعني تعرضوا لنقد بنحكي تقريبا عن حوالي 34% من النواب قدموا نقدا لوزير أو أكثر داخل القبة وهذا حقيقة يعني أيضا ملفت للانتباه في عندنا يعني بعض القضايا الملحة والمهم جدا في الساحة الأردنية لم يتناولها النواب بشكل كبير جدا وهذا ملفت مثلا قانون الانتخاب جلالة الملك قبل فترة حكى عنه في توجه شرع أردني عنه فقط 19% من النواب دعم فكرة تغيير قانون الانتخاب أو تطويره ويبدو أنه يعني هناك إشكالية بدهم مش يغيروا قانون الانتخاب موضوع اللامركزي عدد قليل جدا أيضا من النواب اللي حكوا عنه بالرغم من كل التحديات اللي عن تواجهها اللامركزي يعني فيه مجموعة أرقام مهمة جدا أرقام اللي نحكي فيها في بعض الأمور منسجم مع توجهات الشارعية فيه أشياء بعيدة عن توجهات الشارعية طيح قيس أعطيلي تقييمك لأداء النواب في اختبار الثقة اللي مر منه الرزاز يعني خد نفس خد نفس لنقل بصراحة الآن خلال جلسات الثقة وهنا أنا أريد أن أتكلم عن نفسي ولا أريد أن أتكلم عن النواب الكثير من النواب طبعا هاجم الحكومة بإعطاء الأشكال وبالنهاية أعطى ثقة في كثير من النواب شخصا الأمور وكان الحديث موجه لشخص وزير أو لشخص وزيرة وإلى آخره وقلت أنا في خطابي أن في المنطق في المنطق السياسي المعروض أمامنا للقبول أو الحجب هو كفاءة الوزير وأداء الوزير ليس طول الوزير ولا لون عيون الوزير ولا ملبس الوزير ومن هنا نبدأ بقاعدة أن لا نشخص الأمور مع شخص معين داخل هذه الحكومة نحن كنواب كنواب نعتبر أنفسنا سياسيين علينا أن نقيم الحكومة ككل ونقيم البيان الوزاري ككل نقارنه بكتاب التكليف السامي من كان الصقف أعلى وعلى أساسه نقيم ونعطي الثقة من عدمها وهذا هو بيت القصيد المطلوب الآن للأسف 7% فقط وهذا بناء على تقرير راصد من البيان الوزاري تكلم على الإصلاح السياسي نعم صحي ليش؟ عندما يتكلم كتاب التكليف السامي وبوضوح على الإصلاح السياسي عندما تخرج عليك معظم النخب السياسية في الأردن وتقول لك في كل العالم لا إصلاح اقتصادي ولا تعليم ولا صحة ولا نقل ولا بيئة إلا بإصلاح السياسي حقيقي علينا أن نبدأ بخطوات واضحة نتجه من خلالها إلى إصلاح السياسي حقيقي لماذا؟ لنصل إلى نظام المكاشفة والمحاسبة المعمول به في كل العالم للأسف عندما نظرنا إلى أو سمعنا البيان الوزاري سمعنا البيان الوزاري فقط 7% كلم عن الإصلاح السياسي تمنيت شخصيا لو أنه هناك كان في خارط الطريق لنقول من الآن إلى ذلك التاريخ سنقوم بذلك حتى نحسن الحياة السياسية وسنقوم بذلك وذلك لكن أتى عمومي وكأنه استرداء كان فيها لبعض الأطراف التي ترفض المضي قدما في الإصلاح فارتأينا أن نرفع هذا السقف شوف صديقي يعني الكثير ولهم أراءهم خفضوا السقف من البيان الوزاري يعني إذا كان البيان الوزاري سقفه هنا أتى الكثير ليسحبوا البيان الوزاري إلى الأسفل ارتأينا أن علينا أن نرفع البار أو نرفع السقف لدولة عمر رزاز بسحبه إلى الأعلى لنقل له أمامك مساحة إضافية لأننا نريد إصلاح أكثر من المكتوب عندك في البيان الوزاري هذه كانت أول نقطة النقطة الثانية أنا يعني ومع احترامي الكامل والشديد أنا أستطيع أن أذهب الآن وأشتري هدية صغيرة تكون صناعة بنجلديش وهذه أروح فيها وأطلع على التاج مول أحطها في علبة بتجنن من أي ماركة عالمية وأجي أقدم لك إياها هدية هل تغير محتوى الشنطة؟ هل تغير محتوى الهدية؟ غيرت العلبة ما أخذنا الرئيسي كيف لنا أن نعيد سبعة عشر وزيرا خرج الأردنيون على الرابع رفضا لحكومة سابقة عادت أكثر من ستين بالمئة من هذه الحكومة اليوم إلى أمامنا جلست على الكراسي السؤال لماذا؟ كنا أمام فرصة تقول هذا وزير جاي من رحم الدولة المدنية الذي خرج الأردنيون من أجله أين كانوا لمن كانوا قاعدين في مجلس الوزراء لما لم نسمع عن استقالة واحدة وين الجرأة زمان كان يكون عندنا ناس وطنيين يقعد يقول لك هذا خطأ وأنا لا أقبل بهذا القرار وأنا أستقيل كوزير إذن الحكومة السابقة كلها بيأتملها وافقت على قانون ضريبة الدخل عدا يعرب الإقضاء لأنه أؤكدها قدموا والآن يعود 17 ممن وافقوا ممن خرجوا ممن خلوا الناس تخرج إلى الشارع طيب ثلاث أربع تيام الناس في الشارع أين الوزراء في مجلس الوزراء أنا ذاك ليقوله يعني لنصحب القانون عدنا بوجه مدني حقيقي حضاري ولكن بلب ما زال نفسه إذن أين نحن من الإصلاح الحقيقي الذي نريد كمان لم يعد الشعب لم يعد الشعب يعني نواب اللامو إذا أعطوا ثقة على المتحكي ما بنلاموهم يعني أعطوا ثقة لللي قبله أعطوا ثقة هذا برأي شخصي لكل النواب أنا لا أعلق على قراراتهم أنا أتكلم عن نفسي أنا رأيت أمامي وأنا جالس على المقاعد 60% من حكومة الملقي ما زالت جالسة هذا لا يعني الحجب أو الثقة لا يعني أننا لن نكون إلا داعمين إذا صار وبدأ بتعبيد الطريق الحقيقي أنا أتكلم عن نواب مراقبين أنتم تراقبوا الأعداء و تقيموا و تحاسبوا عليه و ليس داعمين أنا قصة داعمين هاي و لا أعرف كيف تمشي معكم مرات أنا وزن معنا لا أعرف أسمع وجهة نظرك بسابة مصفة بأداء النواب في اختبار الثقة و جملة الأرقام نتحدث فيها دكتور عامر سنجيها بالتفصيل لكن إذا عندك تنويه تمام هنا أو هناك على أداء النواب الحقيقة و خطباتها رنانة و ثقة مريحة و شاء نتفق نعم يعني أولا خلنا نتفق الثقة استحقاق دستوري يجب أن يمر و موضوع التحصيل للعلامة من 70 إلى 90 أو 80 هذه مسألة يعني إلها الكثير ممكن تتحدث فيها و خصوصا أن هذا بدخل في سياق التسليف للثقة الآن المجلس النيابي يستطيع بعد بالدورة العادية القادمة أنه يطلب طرح الثقة في الحكومة وبالتالي المسألة ما تتوقف عند ما جرى يوم الخميس الماضي هذا أمر مهم لكن أهمية ما جرى يوم الخميس الماضي أنه استحقاق دستوري و أنجز بشكل ديمقراطي و بشكل جيد الآن لديك تحفظات على الحكومة و على أدائها تأخذ فرصتها هذا أولا ثانيا أي مناقشات للبيان الوزاري أستاذ قيس و أي ملاحظات كان الأجدر و الأولى أنه يكون في جهد نيابي لتغيير آلية المناقشات الآن إحنا اللي قاعد بصير أنه بيجي رئيس الوزراء و بيقدم بيان وزاري و ثم يلتقي بالكتل النيابية و يعني و بتنحصر في هذا الأمر الأصل أنك أنت بيجي رئيس الوزراء بتبدأ مشاورات معاه في موضوع البيان الوزاري على الأقل غير من هذه الآلية حتى لا نخرج حتى على الأقل خلينا ندخل في هذه التجربة ولو مرة في حياتنا الديمقراطية ثاني إشي والمهم بما جرى في موضوع الثقة أنه أنا أنظر إلى على اعتباره حوار وطني حوار وطني يعني مارس فيه النواب مسؤولياتهم الوطنية و عبروا عن رأيهم بكل وضوح و صراحة و قدمت الحكومة من جهتها رأيها بكل وضوح و صراحة وجرت تصويت على هذا الأمر بالنتيجة أنا كمواطن أنه هذا الحوار أو هذا الجهد أولا أثر الذهنية الوطنية فتح آفاق لكثير من الحلول إن جاز لنا التعبير أو عبد الطريق أمام الحكومة للنظر للسير قدما نحو برنامجها في موضوع على الأقل للإصلاح الاقتصادي وبعض القضايا خاصة وأنه التقرير الراصد بتحدث عن أكثر من 500 توصية بتحدث عن أكثر من 330 سؤال بتحدث عن أكثر من 20 محور تم تناولهم هذا اللهم اليوم إحنا أنت خبير في الشأن النيابي وغطاة النواب كثير وأنا يعني معصرك كثير وأنت بغطاة في النواب بدي أسألك سؤال توصيات وأسئلة وتوجيهات متى في حكومات أخذت ولن نغير صراحة طبعا يعني أولا في جهد مطلوب من الحكومة ومن النواب نفس الشي هاي التوصيات تذهب للليجان ونفس الوقت الحكومة تشكل لليجانها الوزارية وتوزح هذه التوصيات وتدرس وأيضا على النواب أن يتابعوا هذا الأمر ضمن الأدوات الدستورية برضو رح أجعلك تجاوبني قديش في نسبة أسئلة نيابية أو توصيات نيابية وافقت عليها الحكومات أو أخذت بها بعد حديث بعد أن تحصر على الثقة كل ذلك هو أكثر بعد فاصل قصير بقونا نواصل حوارنا وعضونا الكرام حديثنا مستمر حول الأداء البرلماني ومنح الثقة لحكومة الرزاز وأنا بدي أرجع لك تور عامر العاصمة عمال نعم الأقل ثقة بالرزاز إن صح التعبير ونتعدل المصطلحاتي بشكل أنا مسامحا والأعلى نوابها كان نوابها أقل منحا للثقة شاءت نعدي أقل ثقة بالحكومة يعني ما أعطوش تخل الحكومة شحبوا ثقة على الحكومة ونواب المحافظات الأكثر منحا للثقة صحيح هذا يعني حقيقة يعارض التوجه الذي كان يروج له إبانا ما كان أحداث دوار رابع بأن الدوار الرابع يمثل عاصمة عمان فقط وهم الداعمين للرزاز يبدو أن احتمال أنا من وجهة نظري إما أنهم انقلبوا على الحكومة الذين كانوا داعمين لهذه الحكومة لأسباب قد يفسرها النواب أنفسهم وإما أنه إحنا في الأردن ما زلنا أمام نظرية المخزن الطبيعي لدعم الحكومات وهم نواب المحافظات وباعتقاد نواب المحافظات عندهم احتياجات وعلويات إلى حد كبير تختلف عن غيرهم خاصة عن عمان والزرقاء عندهم احتياجات خدمية هم بحاجة لأن يكونوا قريبين من الحكومة حتى يستطيعوا تلبية هذه الاحتياجات لناخبينهم ومواطنهم فمد طريق بين قريتين حاجة كبيرة جدا في محافظة من المحافظات لكن هذا الحكيم لن يحتاجه الأستاذ قيس في عمان لأنه كل الطرق في عمان كويس فهو قد يستطيع أن يناكف الحكومة بالطريقة اللي بدو إياها لكن النائب الذي يأتي من لواء الكورة على صبيل المثال في محافظة إربد هو بحاجة إلى خدمات بسيطة جدا ولعله يخشى من ردة الفعل من الحكومة فالبخزن الطبيعي وهذا يعطي انطباع أننا لم يتغير في السياسة الأردنية من خلال كل هالأرقام أي شيء حتى اللحظة كويس أعطيني تعقيبك سيد العزيز مهوم ورجعتها خلص أنا أرجع معك للتاريخ شوي للأسف من 1993 حتى اليوم أسسنا لمبدأ الصوت الواحد دمر إشي اسمه برلمان بقينا وقنمنا البرلمان بخدمات خدمات 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 إلى حد أنه أصبح مجلس خدمات الآن بدنا ننشل أنفسنا ونرجع نحي مبدأ مؤسساتنا تحديدا وعلى رأسها البرلمان المؤسسة التشريعية الرقابية بدأنا سابقا ومن جديد في مصطلح التشاركية وأنا عارضت وقلت لدولة الرئيس في الاجتماع وقلت له كيف سنتشارك ونحن نراقب والصح التكاملية الآن لنعود إلى مبدأ البرلمان الآن ومبدأ الخدمات الذي نتكلم عنه علينا تقوية دور اللامركزية والبلديات ليش حتى يأخذوا حمل الحمل الخدمي عن كاهل النواب ويسمحوا للنواب بالعمل أوصيف ذكر اللامركزية في بيانه الرزاز بأنه هزيل إلى حد طبعا إلى حد لا لا صحيح كلامك ومن الأسباب التي أدت إلى حجب في النهاية هاي الأمور لكن أنا معليش بدي أرجع الحل الوحيد للانتقال بالأردن حقيقة إلى دولة مدنية ديموقراطية كما نتمنى وكما نريد وكما نرى في العالم أن نبدأ بأحزاب برامجية عريضة أن نمسك أو أن نأخذ الأوراق النقاشية الخامسة السادسة خمس أحزاب أربع أحزاب كبيرة في الأردن برامجية حقيقية ينضم إلى الخبراء كلهم بكل المجالات يعملوا على برامج قابلة للتطبيق تخوض الانتخابات أنت ليس على أساس شخصي لكن على أساس برنامجك المفصل الواضح الحقيقي هذا ينتج كتل برلمانية متماسكة داخل البرلمان مع احترامي الكامل والشديد وقد يصححني باستثناء كتلة واحدة كل الكتل كل واحد بصوت كل واحد بصوت إما بالحجب وإما بالثقة وهذا بيانه هنا وهذا بيانه هنا حتى يعني لقى انتباهي أنه أحد نواب كتلة مبادرة كان يطلب مطالب لمنطقته وطرد على عدم وجود أقرباء له في يعني كاملا ضد مبدأ مبادرة يعني مثلا أو ضد المبادر التي تتكلم فيها كتلة مبادرة ففي عنا خلل علينا أن نبدأ أن نعالج بإصلاح سياسي أحزاب أحزاب تنتج كتلة برلمانية قوية الكتلة الأكبر برلمانية تشكل الحكومة الشعب بهذه الطريقة هو الذي اختار الحكومة والشعب له أن يسقط الحكومة إذا لم يعجبوا أداء هذه الحكومة في الانتخابات القادمة مثل أي بلد في العالم هاي اسمها حتمية سياسية لا أقول أننا سنصل لها بعد بكرة السنة القادمة لكن أقول علينا أن نبدأ علينا أن ندعم هذول الشباب لندخل في الأحزاب السياسية لنكتب برامج وليس بشرط على أساس أيديولوجي بل قد يكون على أساس برامج لنطفق على برامج ليكون لدينا حكومة وليكون لدينا حزب في داخل القبة له كتلة برلمانية عريضة تكون له حكومة ظل تراقب عنده وزير صحة وعنده وزير بي أو عنده في داخل هذا الكلام إذا لم نشرك الخبراء ولم نشرك نخبنا السياسية إحنا شبابنا اليوم على أعلى درجات التعليم بيجي بكتب أجمل المقالات وفي منها حلول لبعض مشاكلنا الاقتصادية بكتبها اليوم نزقف له ونحط له 30 لايك تاني يوم نسينا هذا الكلام هذا الكلام وين يستثمر عندما يكون في لجنة في حزب معين يساهم في كتابة برنامج هذا الحزب الاقتصادي بيحس أنه هو يشارك في صناعة القرار في وطنه هذا الكلام كله لم نرى في البيان الوزاري لم نرى حقيقة الإصلاح السياسي وأنا على ثقة أن دولة الرزاز يعني يؤمن ويعلم بأنه دون إصلاح سياسي فيش ولا إصلاح ولا رح نمشي بي ولا إصلاح هذه القصة القديمة خلينا نبدأ بالاقتصاد وبالصحة هذا كلام يعني إحنا نرى يجب أن تبدأ بالإصلاح السياسي أن تولي كامل الاهتمام ومن ثم ننطلق إلى الباقي الأحزاب هي من تنتج النخب السياسية الآن عنا في الأردن نقول معنا نخب سياسية طبيعي معنا نخب سياسية أين تنتج النخب السياسية في العالم أين تبرز تورها في الأحزاب طيب سلام مصطفى وأنا بدي أرجع لسؤالي 522 توصية 371 سؤال خلال المناقشات كلنا بنعرف مصيرهم اللي إذا عندك رأي آخر في مصير هذه المناقشات وأنا بدي أقول لك كمان في ملاحظة مهمة ولطيفة حقيقة في تقرير راصد كان عن النواب الأكبر عمرا هما الأكثر حجبا للثقة طيب أولا في موضوع اللي يتحدث فيه الأخ قيس وقصلة البيان الوزاري وغياب كثير من النقاط اللي إلها علاقة بالإصلاح السياسي والأحزاب واللمركزية أولا لا ينظر البيان الوزاري كمجرد عند النقاش أو تقييم أداء الحكوم ينظر أيضا إلى جانب كتاب التكريف السامي تنظر إليه أيضا الحوارات اللي أجراها رئيس الوزراء واللي كانت مفتوحة على مئلة النواب من كل الكتل وكل التساؤلات وبتالبك تخذ كل هذه بكتش كامل في التعاطي مع هذا الأمر ولا نحاكم الحكومة على بيان قدمته لمدة نصف ساعة ألقى رئيس الوزراء ونقأ أول السطر حكيت أن البيان تم قبل لقاء الكتل تمام أنا بقول لك أنا بحكي عن الآلية سابقا كنت أحكي عن الآلية الآلية المناقشات إما أنت إذا بدك تتعامل مع الحكومة وتقيمها بدك تأخذ بعيد الاعتبار كتاب التكليف السامي البيان الوزاري وهذه الحوارات وأيضا إذا بدك تذهب لأبعد من هيك المناقشات اللي صارت تمام وهي بتكون كلها موثقة وتقدر أنها تخرج وتوزع على اللجان فيما يخص التمسيات أنا قرصي كلامك سابقا أشغز يعني أنا قصدي تشايف أن الحكومة يعني في تعاطيها مع هذه إطلاقا أنا مع أنه هذه الحكومة جاءت في ظرف استثنائي ويعني وظرف البلد أيضا في ظرف استثنائي اقتصاديا على الأقل والظرف الإقليمي الراهن وما نراه من كثير من المتغيرات المتسارعة أنا مع أنه تأخذ الحكومة فرصتها تأخذ المهل اللي اعتدتها كل الحكومات وليس هذه الحكومة استثنائا تأخذ هذه الفرصة والبرلمان أمامه أيضا أدواته الدستورية للرقابة فيما يخص التوصيات هذه التوصيات عادة أو الأصل أنك تذهب في تقسيمها وتوزحها على اللجان عندك في مجلس النواب 21 لجنة هذه كل التوصيات تتمحور في الاقتصاد في المال في الأسرة في المجتمع في الزراعة في كذا كل هذه يجب أن تذهب إلى اللجان النيابية وتبدأ على العمل اللجان واللجان النيابية ليس دورها فقط تشريعي لها دور رقابي غائب حقيقة عن هذا المجلس في المقابل الحكومة لديها أيضا لجان ولديها أيضا وزارات يمكن أن تأخذ هذه التوصيات وتوزحها على كل الوزارات ويطلب الرئيس أو يتشكل لجنة للمتابعة أيضا عندك مركز راسد وعنده برنامج لمراقبة أداء الحكومة يقدر كمان يدخل على هذا الأمر بالمتابعة والرقابة ويقدم تقرير بعد ست أشهر عن هذا الأمر هذا إذا نبني إصلاح سياسي أو جزء من عملية البناء للإصلاح السياسي أما نترك مناقشات أربع خمس أيام ثمانية وعشرين ساعة الشعب الأردني بتفرج على التلفزيونات الإعلام بكتب محمد الخالدي بيطلعه وبحكي وعامر بني عامر بيشتغل على الرصد ومصطفى ريالات بيشتغل بالجريدة وهكذا وآخر إشي سلام عليكم ويوم الخبيث ومدير ظهرنا هذا الحكي يعني مش منطقي وغير مقبول الآن الأوان إننا نأسس لآليات تشاركية بين البرلمان والعكومة الآن الأوان إنه زمين النائب قيس زيدين يتبنى هو وزملاءه في معن وفي معن وكتل النيابية الأخرى مثل هذا الأمر في التحالف المدني في التحالف المدني وفي أي إطار بيشوفه مناسب إذا كنا بدنا إصلاح سياسي بتحكي عن الأسئلة النيابية قبل الفاصل الأسئلة النيابية وكل الورق اللي بيرسلون النواب بغض إلو قيمته القانونية والدستورية لكن الإشكالية إنه أيضا في غياب للإرادة النيابية في مناقشة هذا الأمر وفي غياب إلى التوعية والثقافة النيابية أنت عندما ترسل سؤال ويأتيك الجواب هناك آليات في النظام الداخلي لمجلس النواب بتقول لك بتروح بتقول للأمان العام أنا هذا السؤال بدي تثبتول إياه على جدول الأعمال للدورة الحالية يناقش لاحقا يناقش فيما بعد موضوع آخر إما أنا ما بأخذ السؤال وبضبه وبقول انتهى كفى الله لم ينشر القتال لاحظ أيضا ملاحظة ثانية موضوع السؤال النيابي تحدينا اللي أنك سألت عنه في عندك إشكالية في قصة الأمان العام لمجلس النواب هذه الأسئلة تعتبر وثائق سرية رغم أنه النائب بابتصله هذا السؤال وممكن يوزعه على الإعلام لذلك صار فيه نوع من الغيبوبة في عملية الرقابة البرلمانية رغم أنه راصد أكيد عنده إحصائيات عن أداء المجلس في الدورة العادية الماضية عن عدد الأسئلة اللي اتجاوزت لأكثر من ستمائة أو سبعمائة سؤال طيب هل النواب يعني أنت إليك دور إعلامي كنائب وبتقدر تتواصل مع وسائل الإعلام وإليك دور بالدستور لمناقشة هذه الأسئلة وعندك آليات في النظام الداخلي وين هي؟ وإذا بدنا نحكي عن إصلاح كبرلمانيين كمان في عنا إحنا أيضا بدنا نرتب بيتنا الداخلي ونأسس لشي بهذا الأمر طيب أنا بعد الفاصل رح أرجع على عدد من النتائج حتى أيضا نستعرض المزيد أنه فيه أرقام أيضا مهمة سنواصل حوارنا ودوث الكرام بعد فاصل قصير بقضاء نواصل حوارنا ودوث الكرام والحقيقة دكتور 95% من السيدات منحنا الثقة تحت القبة ثاني أقل ثقة خلال أربع حكومات مرت وذكرنا موضوع ومديش أرجع لموضوع الإصلاح السياسي ونسبة تصويت أو ذكر قانون الانتخاب وعادت النظر في أكثر كتل النيابيين سجابا في تصويت كانت الإصلاح والمستقبل أقلها كل ذلك كيف نقرأ في سيق العمل النيابي يعني نقرأ في سياق العمل النيابي بأنه للأسف الشديد أولا ما زلنا أمام عمل كتلوي يعني ممزق داخل مجلس النواب غير قادر على الانسجام أولا والعمل بشكل كتلوي واضح أنه الكتل للأسف الشديد في أضعف حالات داخل المجلس وهذا حقيقة لا يعطي انطباعا إيجابيا عن ما ستكون عليه الأمور بالمرحلة القادمة لأنه سقف التوقعات من المجلس في المرحلة القادمة أن تزداد حجم الرقابة ويعني متابعة الحكومة لتحسين أداءه وتجويده لعل الطرفين يرتقوا إلى مستوى طموحات المواطن لكن أنا باعتقادي الآليات اللي صارت فيها المناقشات والطريقة اللي صارت فيها وعدم انسجام مواقف النواب مع كتلهم وعدم انسجام النواب مع أنفسهم حتى في التصويت في بعض المحطات كل هذا يعطي انطباعات سلبية النقطة كثير مهمة أيضا بأنه لم يتغير حجم الثقة بالحكومة كثيرا عن حكومة الدكتور هان الملقي أو عن حكومة الطراونة مما يدل على أننا ندور بنفس الحلقة بنفس الأجواب بنفس الأشخاص بنفس الإطار اللي بتتشكل فيه الحكومات واللي بتمنح فيه الثقة يعني موضوع الإصلاح السياسي اللي احنا بنحكي عنه ما زلنا أنا باعتقادي أيضا بعيدين عنه لأنه النواب يعني بموضوع مثلا اللامركزية اللي هي أنا باعتقادي أولوية وطنية بالمرحل هاي أنها تنجح كتجربة لأنه إحنا ماشينا فيها بشكل كبير جدا ثمانية بالمئة من النواب فقط حكوا عن تعديل قانون المركزي ودعم مجالس المحافظات زي ما حكيت قبل هيك عشرة بالمئة فقط حكوا عن تعديل قانون الأحزاب ودعم قانون الأحزاب تساطاش في المئة بيحكوا عن تعديل قانون الانتخابات يعني الأولويات السياسية حقيقة لم تكن أولوية فيها الملفت بجوز موضوع كان أنا باعتقادي بسوء أنه نذكر أنه 27% من النواب حكوا عن موضوع العقد الاجتماعي وتوضيح ما هو العقد الاجتماعي وكان هذا أمر يعني كثير مهم وتناولوا النواب بشكل كبير جدا باعتقادي أيضا مهم أنه إحنا نسمع من الحكومة ومن المجلس في المرحلة القادمة عن ماذا فهم النواب من توضيح الرئيس الوزراء حكى عن العقد الاجتماعي بيرده على النواب هل هذا الجواب كان كافيا ووافيا هل النواب عندهم رؤية في موضوع العقد الاجتماعي والعقد الاجتماعي الجديد ما هي توجهات الحكومة وكيف سيكون دور مجلس النواب نقطة الأخيرة اللي أنا بهم نحكي بهذا الإطار أنه أنا بتمنى على مجلس النواب وهي الأستاذ قيس موجود أنه شكل لجنة من المجلس لمتابعة كل التوصيات اللي طرحها النواب داخل رح تنفذ منها ويكون هناك تقارير دورية تصدر ونشوف قديش حجم الإنجازات اللي بحصير حتى نعرف احنا كم مواطنين زي ما قال الأستاذ مصطفى قبل شوي أنه هال خمسة أيام من النقاشات والحكي والتلفزيونات والخطبات أنا ما راح أتبلاش وأنه هذا الحكي بس نعدي هايوم الخميس وانتهى الموضوع أنه لا هذا الموضوع له جدوى بالمرحلة القادمة وأنه سيكون له تأثير طيب أسمع رأيك سيقيس بيه بموضوع الثقة والألقام الذكرت لك إياها الأكبر سن منهما من حجب وثقة أكثر نواب لحجب وثقة السيدات ما نحن الثقة شوف هاي وجود هذا العدد من السيدات مفخرة أصلا أنا برأيي الشخصي في الحكومة بعيدا أنا بقول لك أنا الثقة عن أي شيء ثاني أنا بدي أحكي معك ثقة السيدات بعدد النساء سيدات في الحكومة لا 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 أنا بقول لك أنا بسأل 500 من السيدات ما نحن الثقة طيب ومستوى فكري أعضي شيء والرزاس ثاني أقل الحكومة صديقي في موضوع الثقة لو كانت الثقة لشخص عمر الرزاس كشخص أنا شخصيا أكون له كل احترام لا ثقة وألف ثقة لكن الموضوع ليس ثقة بشخص دولة الرئيس الموضوع ثقة بحكومة كاملة تبين أنها اختارها الرئيس نختلف فيه اختيارات وهذا حق لنا وبالتالي حجب نثقة أنت لا تستطيع أن تقوم بحكومة أنا برأيي غير متجانسة من الشرق ومن الغرب ومن أي حكومة يجب أن تكون يعني إلى حد ما متجانسة إلى حد ما من مدرسة سياسية واحدة إلى حد ما كنا أمام مفصل تاريخي تاريخي أنا بعتبر أربع محطات مهمة بتاريخ الأردن آخر واحدة كانت 89 وهلا 2018 التي شاهدناها على دول رابع كنا نريد حكومة انتقالية حقيقية تنقلنا بإصلاح سياسي حقيقي بجداول زمنية حقيقية الآن أصبحنا أنا برأييه من حكومة تصريف أعمال زي هذا زي أي حكومة بدأت تقعد سنتين أفضل حكومة الرزاز بحكومة تصريف أعمال صنتين وبعد هادول السنتين أقل أفضل أصف كل الحكومات بحكومات تصريف أعمال مادامة ليست حكومات منتخبة من الناس بوجود أحزاب حقيقية تنتج برلمانات حقيقية تنتج حكومات برلمانية منتخبة حقيقية نعم تصريف عمات يعني لماذا نجامل الحقيقة حقيقة لكن قد تكون من أحسن حكومات تصريف الأعمال إذا بتحب تجيبها بهذه الطريقة لكن يا سيد العزيز كنا أمام مفصل تاريخي لم يستغل للرزاز الفرصة؟ إنقاذ وطني حقيقية فيها لم يستغل للرزاز الفرصة؟ أنا لا أعتقد أن نستغلها إلى المكسيمم الذي كان يستطيع أن يستغلها فيه السؤال الثاني أنت سألتني يا بل بريك شكل العلاقة مع الحكومة وهذا سؤال مهم نحن لا نعارض من أجل المعارضة ولا كنا يوما نريد أن نعارض لأجل المعارضة وخرجنا وكنت من أول من خرجوا عندما تم تكليف الرزاز وقلنا نتفائل كثيرا لكن صدقا اليوم أخاف على آمال وأحلام الشباب كلهم اللي نزلوا على الرابع من السقوط من على شجرة عالية جدا لأنهم تشعبطوا على شجرة عالية ولأن أخاف عليهم من السقوط السؤال شكل العلاقة سنحاول دعم الحكومة من مواقعنا في القوانين في الإجراءات التي نستطيع أن ندعم هذه الحكومة فيها إذا بدأت بتعبيد طريق واضح وصحيح نحو إصلاح سياسي وانتشال الأردن من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها وإلى آخره وسنعارضها عندما تقوم بخطوات لا نؤمن بها وهذا حق وشيء طبيعي نحن نريد أن نقول أن الحجب من الثقة ليس يعني وانتهينا خلص إذا أنا حجبت يجب أن أبقى معارض وقاعد على يعني لا بالعكس أنا رأيي وأمارس دوري الآن الرقابة التشريعي أمام الحكومة اليوم أول سؤال سألتني في الحلقة رأيك في الحكومة وكيف خرجت إلى الناس قلت لك هذا شيء إيجابي وندعمه لأنه شيء إيجابي لكن عندما تقوم بأمور سلبية سنخرج ونقول هذا أمور سلبي لكن الشكل المبدئي الذي رأيناه لم يكن يرقى لتوقعاتنا شكل علاقة متوقع أفضل في قادم الأيام قد تكون أفضل بكثير وننتظر قانون ضريبة الدخل الجديد وننتظر قانون ضريبة الدخل ننتظر شكله ننتظر قانون الجرائم الإلكترونية لنرى شكله كيف بدأت تكونوا هذول القانونين ننتظر الآن بحق وحقيق كيف سنطبق ما ورد بكتاب التكليف السامي عندما تكلمنا على الإصلاح السياسي طيب أسمع تعقيمك سيد مصطفى شكل العلاقة المتوقعة بين حكومة الرزاز ومجلس النواب هنستختلف عن سابقاتها أعتقد أنه جزء من يعني العلاقة ستكون فيها ندية وستكون فيها نوع من محاولات التغول من قبل النواب على الحكومة وبالعكس نتيجة الظرف اللي جاءت فيه الحكومة والاستحقاقات اللي تتعامل فيها عندك قانون ضريبة الدخل ومدى قدرة الحكومة في إخراج قانون يلبي على الأقل طموحات الشارع الأردني ولا يحرج النواب أمام قواعدهم الانتخابية وخصوصا إحنا على عتاب السنة الثالثة من البرلمان وبالتالي قرب يعني العودة إلى القواعد هذا أمر نعم وهذا أمر يأخذ بعين الاعتبار عند غالبية النواب وجزء من تصويت الكبار السن في هذا الأمر اللي خبرتهم واقتراب عودتهم لقواعدهم لأنه هذا الأمر أمر أنك تعطي الحكومة المقبلة على قانون ضريبة الدخل سيفرض التزامات على المواطنين يعني شفنا ردة فعلهم في حكومة الملقي كيف كانت وشفنا حجم الأعباء أو حجم الردود الفعل عند دوائرهم وقواعدهم الانتخابية كانت كبيرة جدا وكانوا زي يعني بالع الموس هذا واحدة اثنين عندك قانون الموازن العام اللي هو سيستمر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالتالي هناك مجموعة من الإرادات التي ستفرض ضرائب على المواطنين وبالتالي النواب يعني مقبلين على مرحلة صعبة لكن نأمل من الحكومة خلال الفترة القادمة أنها تحاول تقدم قانون ضريبة الدخل يعني يأخذ بالعين الاعتبار هاي الأبعاد الوطنية يأخذ حجم الظرف الاقتصادي اللي بعيشون الناس ولا يزيد الأعباء واضح على المواطن الأردني دكتور عامر أختم معك كيف تتوقع أن يكون شكل علاقة بين الحكومة والنواب في قادم الأيام أنا بعتقد أن الحكومة رح تكون بتواجه ضغوط بشكل دائم من النواب في المرحلة القادمة لأن كثير من التيارات داخل المدلس تريد أن تثبت نفسها الحكومة فقدت جزء كبير من حلفائها صحيح إنها حصلت على الثقة ولكن معظم النواب اللي منحوا الثقة للحكومة لا يستطيعوا الدفاع عن الحكومة في أي موقف ستتعرض له في المرحلة القادمة هذول النواب من خلال إحصائتنا للمداخلات وإلى غير ذلك هم يكونوا أقل الناس مداخلات أقل الناس أسئلة وأقل الناس حماسا في أي موقف داخل هذول منح الثقة هذول منح الثقة ألا أنا بحكي عن المخزن التقليدي اللي هم حوالي 50-60 نائب في عندنا ملاحظة مهمة جدا بأنه حجب عن الحكومة تيار بعيدا عن التيار المدني اللي حجب والإخوان كمان فيه تيار بدي أسميه تيار محافظ إلى حد ما مع بعض البعد الديمغرافي أو تمثيلهم لفكرة معينة تخص البعد الديمغرافي هذا تيار سقوري ليس سهل داخل المدني ستكون الحكومة باعتقادي تتعرض لهجوم مستمر من هذا التيار وبشكل مستمر داخل خلال الفترة القادمة وسيكون هناك فرص تيار السقور سميته أنا بسمي تيار محافظ سقوري أنا ما أقول سقور محافظ سقوري يعني فيه عنده وجهة نظر في البعد الديمغرافي وهذا واضح من خلال الأسماء والخطابات التي توجهت وهذا تيار لا يستهام فيه وتيار مهم جدا داخل المدلس أيضا وتيار صوته عالي وهناك محطات ستتعرض الحكومة الموازنة والضريبة فلسه فيه كثير قضية الدخان الآن وآلية التعامل معها ونتائجها ولا غير ذلك كثير من المحطات ستكون الحكومة من السهل مهاجمتها من المدلس وضعها أمام ضغوط أمام المدلس في المرحلة القادمة فأنا أعتقد الحكومة لا تحسد على موقفها في الأشهر القادمة قادمة الأيام هو ما سيظهر ما سيكون أخرى هذه الترجحات لا نعلم إذا سيكون هناك دورة اصطنائية أم لا لقال نضر للداخل وقال نجرى ملكترونية على أقل تقدير أشكركم كل الشكر وضيف الكرام وشرف كنا بحضوركم الليلة إلى هنا مشاهدين وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض بلدنا نلتقي غدا تصبح هنا لخير سأقيد شكرا